اشتركوا في القناة تقام ضمن منافسات النسخة الرابعة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية تحت شعر ملتقى الأجيال وبتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة وجاء تأه الفريق الإعاقة الحركية بعد فوزه على فريق صعوبة التعلم بخمسة أهداف دون رد فيما تغلب فريق الصم على فريق جمعية الصم بسبعة أهداف دون مقابل هذا وتقام منافسات البطولة على صارة الاتحاد البحرين لرياضة المعاقين بمدينة عيسى الرياضية دوري لمراكز الشباب الرياضية تعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين دوري رح يحاول أن يدمج الشباب مع المجتمع أن يخرج من الشباب ببطولة حبية تعارفية بين الشباب بين المراكز بين مدن مملكة البحرين العزيزة فهذه المبادرة حقيقة نحن في الجامعة الخليجية نثمنها ونرعاها ونتمنى لهم التوفيق والنجاح نتمنى نشوف مشاركة من جميع المراكز وتفاعل بين الشباب إلى أن ينصلوا إلى الهدف المنشود من هذه البطولة هي خلق المحبة والمودة والسلام بين جميع مراكز الشباب في مملكة البحرين نعتقد أن الدول الراقية الدول المتقدمة هي الدول التي تهتم بهذا القطاع بالذات قطاع أصحاب الإعاقات بكل أشكالها لأنه مثل ما قلت أنا يدل على أن هذا المجتمع مجتمع متحضر يدل أن على هذا المجتمع واعي للكثير كل الشكر والتغلير الذي يسمونه الشيخ خالد على لفتة الإنسانية والإيجابية للشباب البحريني محتاج لهذه الوقفات ومحتاج لمن يوقف معه ويتابع ويشوف احتياجاته حقيقة مشهول لشيخ خالد في هذه البطولات نتمنى البطولة ليس أول مرة كل سنة تصيرها البطولة واشكر اتحاد المعاقين الذين سهموا في هذه البطولة ودعمونا الدعم المتاز نتمنى أن نجعل كل البطولة إن شاء الله وقعت لجنة المنظمة لنهايتك السياسية للشباب والتي ستستضيف منافسات المملكة خلال شهر أكتوبر المقبل اتفاق شراكة مع شركة إيت بحرين وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة وذلك لتقديم الخدمات اللوجستية والسياحية للبطولة والتي تتضمن تسهيل عملية التنقل والسكن بالإضافة للخدمات السياحية لزوار البطولة التي ستقام في الفترة من الثالث عشر وحتى الثلاثين من أكتوبر القدم وأقيمت مراسم توقيع الشراكة بين الطرفين في مؤتمر صحفي عقدة بمقر الاتحاد البحريني لكرة القدم